اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالانجاز الرياضي التاريخي العالمي المشرف الذي حققته العداء البحرينية سلوعد ناصر بفوزها بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر مسجلة 48.14 جزء من الثانية وهو ثالث اسرع زمن في تاريخ هذا السباق مهنئا جلالته العداء ومنوها بعطائها المتميز وتألقها اللافت في هذا الاستحقاق العالمي لتعزز مكانة المملكة وتبرهن على ما تمتلكه رياضة ألعاب القوى البحرينية من عناصر بارزة كما هنأ جلالته جميع المشاركين البحرينيين في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى على ما حققوه من نجاح ونتائج مشرفة مثنيا جلالته على النتائج المتميزة غير المسبوقة التي واصل تحقيقها أبطال وبطلات ألعاب القوى على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي والتي عكست ما وصلت إليه رياضة ألعاب القوى البحرينية من مستويات متطورة ومكانة مرموقة وما تزخر به من مواهب طيبة قادرة على المنافسة والتفوق وأكد جلالته حفظه الله الحرص المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع لشبابنا الرياضي في كافة الألعاب ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة لإعلاء شأن الوطن وتعزيز مكانته الرفعة كما ثمن جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة العمل الدؤوب والمتواصل الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجهود سموهما الدؤوبة في خدمة الرياضة البحرينية وتهيئة أفضل السبل والإمكانات أمام جميع الرياضيين ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز العالمي والعديد من البطولات في الألعاب المختلفة وأعرب جلالته عن اعتزازه بجميع شباب البحرين الذين رفعوا راية وطنهم عالية في مختلف المحافل الدولية وأثبتوا إصرارهم للوصول إلى التفوق والتميز في جميع المجالات معربا رعاه الله عن تطلعه إلى مواصلة أبناء البحرين عطائهم وجهودهم من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب الرياضية للمملكة متمنيا للجميع كل التوفيق والتقدم والنجاح اشتركوا في القناة